السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع عيدة الأميلي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على الصفحة 16 من كتاب المفيد في النشاط العلمي المستوى الثالث ابتدائي إذن درس التغيرات الكيميائية والتغيرات الفيزيائية التي تحدث في جسمي ومن حولي نقرأ وضعية الانطلاق طلبت الأم من ابنها رشيد أن يحلق شعر رأسه وأن يقلم أظافره للعناية بجسمه وحينما نظر إلى صورته في المرآة لاحظ أن طول شعر رأسه والطول أظافره قد ازداد ثم نفخ في اتجاه المرآة فلاحظ تكون ضباب على سطحها فتساءل عن التغيرات التي حدثت إذن كاللحظ هنا بأن رشيد لاحظ بأن طول شعره وطول أظافره قد ازداد بعد أن قام بقصهم ثم نفخ في اتجاه المرآة فلاحظ تكون ضباب إذن الهواء أو البخاء الهواء اللي خرج من الفم دياله تشكل على شكل ضباب على سطح المرآة إذن بدك يتساءل على هذه التغيرات إذن أبغى أشي تفسير لها التغيرات أو ما سببه هذه التغيرات وكسؤال تقصينا قدروا نطرحوه ونقولوا مثلا كيف نفسر التغيرات التي حدثت في جسم رشيد وعلى المرآة إذن كيفاش نفسروها؟ قدروا نفسروها بأن نزداد طول الشعر والأظافر فهو تغير فيزيائي بينما الضباب على سطح المرآة فهو تغير كيميائي إذن البخار أو الهواء اللي خرج من الفم دياله دياله رشيد تكون على شكل ضباب أو تحول إلى ضباب على المرآة فهو تغير كيميائي إذن غن تعرفوا لك شي أكتر من خلال درس ديالنا إذن شوفوا الفرديات أو أختبروا فردياتي إذن هذه الفرديات اللي وضعناهم هنختبرهم من خلال هالتجاربات إذن يمثل الجذب الأسفل تطور طول قامة رضيع خلال سنته الأولى إذن هنا عدنا السن بالشهور دياله الرضيع يعني الشهر الأول ثالث سادث تسع والثاني عشر وطول القامة بالسنتيمتر يعني كل شهر وطول قامة الرضيع إذن ما السن الذي يوافق أقصر قامة؟ إذن طول قامة نشوفوا أقصر قامة هنا أصغر الرقم أصغر الرقم هو أربعة وخمسون إذن الرضيع كانت عنده أقصر قامة مي كان عنده شهر عندما كان يبلغ شهرا من عمره وما السن الذي يوافق أطول قامة؟ إذن أطول قامة هي أربعة وسبعون سنتيمتر عندما كان عمره إثنى عشر شهرا إذن ندره السن الذي يوافق أقصر قامة هو شهر واحد والسن الذي يوافق أطول قامة هو إثنى عشر شهرا إذن ماذا نستنتج من قراءة؟ ماذا تستنتج من قراءتك لهذه المعطاية هذه؟ كنلاحظ بأن كلما ازداد العمر كلما ازداد عمر الرضيع إذن شهر ثلاثة ستة كنلاحظ بأن حتى طول قامة يزيد يعني العمر يزيد والطول قامة يزيد أيضا إذن هذا هو استنتاج كلما ازداد عمر الرضيع ازداد طول قامته إذن نستنتج أنه كلما ازداد عمر الرضيع زاد طول قامته اشعر شمعتين احدهما بكأس مملؤ بالهواء المحيط هو الهواء المحيط هو الهواء المحيط المحيط الموجود في الجو اقصي بواسطة ميقة المدة المستغرقة التي تبقى خلالها الشمعة مشتعيلة اذا نجيب الكأس المحيط المحيط وننكسه على الشمعة ونحسب المدة التي تستغرقها قبل ان تنطفئ اغطي الشمعة الثانية بكأس مماثلة بعد ان اقوم بزفير الهواء فيها ثلاث مرات ثم نقوم بزفير الهواء فيها ثلاث مرات ثم اقصي المدة المستغرقة في هذه الحالة ثم نقارن المدة الأولى مع المدة الثانية اذا هذه هي التجربة الأولى هنا ثم نقوم بزفير الهواء فيها ثلاث مرات ثم نقوم بزفير الهواء فيها ثلاث مرات ثم نقوم بزفير الهواء ثم نقوم بزفير الهواء ثم نقوم بزفير الهواء الهواء المستنشق الهواء المستنشق الهواء المستنشق الهواء حين الإضافة الهواء مستنشق و sort next مجلد 6 مليلي الليتر الناس يقوموا بإظهار لماء منغر الماء سمع نسبة قليلة إلى منعديمة سوف نحن نل kopar نحن نلعظ بأن نسبة التونائي الكاربون مرتفعة في التجربة في الشمعة الثانية في الكأس الثانية نسبة التونائي الكاربون مرتفعة على الشمعة الاولى الناس في الشمعة الثانية نسبة أكسيجين مرتفعة على الشمعة الثانية تجربة الشمعة في التجربة الأولى تبقى تمشتعلها لمدة أطول من الشمعة الثانية لأن هنا نسبة الأكسيجين تطالعة نسبة الأكسيجين تطالعة كيف أفسر المدة التي تستارقها الشمعة قبل أن تنطفئ في التجربة الثانية إذا سوف نفسر هذا المدة بأن الكأس الأولى فيها نسبة الأكسيجين أكثر من الكأس الثانية تبقى تمشت على الشمعة الشمعة الأولى التي في الكأس الأولى استغرقت وقت أطول قبل أن تنطفئ لأن الهواء المستنشق يحتوي على نسبة كبيرة من تنائي الأكسيجين عكس الشمعة الثانية التي فيها نسبة تنائي الكربون مرتفعة ما الغاز الذي أطرحه في الهواء أثناء الزفير؟ إذن أثناء التنفس يعني التنفس في الشهق والزفير الشهق يعني كندخل تنائي الأكسيجين والزفير كندرح تنائي أكسيد الكربون إذن الغاز الذي أطرحه في الهواء هو تنائي أكسيد الكربون إذن غاز ثنائي أكسيد الكربون سؤال الثاني ما التغيرات التي تحدث داخل جسمي أثناء التنفس؟ كيف يوقع التغيرات؟ ندخل الأكسجين ونترح ثنائي أكسيد الكربون إذن عندما أتنفس يدخل غاز ثنائي الأكسجين إلى جسمي ويطرح غاز ثنائي يطرح ويطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون يمكن أن تحدث في أجسامنا تغيرات كيميائية وتغيرات فيزيائية مثل التنفس وهو يستلزم ثنائي أكسجين ويطرح ثنائي أكسيد الكربون إذن هذا التغير الذي يوقع أثناء التنفس فهو تغير كيميائي هنا يوجد ندخل الكور يمكن أن تحدث في تغيرات فيزيائية تلك مثل الكروسانس دي شفو مثل نمو الشعر والأدافر اوغمونتشن دو الاماس دو الاتاي ولو واحد النمو واحد زيادة في القتلى او في الوزن يعني كاقصدو به الوزن او في الطول ايدي تخنصفرماشن شيميك تغييرات كيميائية متل لارسپيراسيون كي نسيسيط دو ديوكسيجين اي رجد دو ديوكسيد دو كاربون والتغييرات الكيميائية هو التنفس اللي كانحتاجو فيه الوكسيجين او تنائي الوكسيجين وكنترحو فيه تنائي اوكسيج الكاربون وصنفوا التغييرات الواردة في وضعية الانتلاق الى تغييرات فيزيائية وتغييرات كيميائية كما ديجا شفنا كما جاوبنا عليها في الفراضيات اذا هدي تغييرات ادي تديروا لابحالكة اذا زيادة تغيير شعر والاضافر فهو تغيير فيزيائي والضباب على سطح المرآة فهو تغيير كيميائي اذا هذو اللي درنا في الفراضيات هما الجواب دي هات السؤال هذا يجب ان تنقلوا انفر اذا انا انا لسه في رميد كيف يقع المسمار حديدي لنظرناه في الهواء يعني في الرطوبة معرض للرطوبة والهواء كالتب دو شانجمون سوبيتال وشنو النوع ديال هاد التغييرات اللي كترق عليه كما ديجا شفنا قلنا بأن المسمار يلقى معرض في الهواء والرطوبة كيف يقع له الغوي يصدق كيتصدق يلغوي دو شانجمون كيتسمى ان شانجمون شيميك علاش لأن في أثناء التغيير هذا كتظهر لنا وحد المادة يعني أثناء التغيير الكيميائي قلنا كتظهر مادة جديدة على الجسم إذن هنا كتظهر لنا ديك مادة الصدق دو تغيير اللي كتنتج عنه موات جديدة كنسميه تغيير تغيير كيميائي وهو تغيير غير انعكاسي بعكس تغيير الفيزيائي اللي هو تغيير إن انعكاسي إذن جواب دونك هنه يغدي تحيدو هاد الو هادي لرس كن داكور لرس كن لس انكلو انفر دون لروميد الغوي يصدق كيتصدق وبيا يلسورو كوفر دروي قدر تدير هادي ولا هادي إما كيتصدق ولا كيتغتا كامل ب بصدق إن سنجى وغرفت أن تغيير وغرفت أن تغيير وغرفت أن تغيير كونهان كينوب وغرفت أن تغيير كميائي وغرفت أن تغيير لرس كنت ترجمة نانسي قنقر